السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب السنة الثالثة في بنستكمل موضوع اللي هو المسل والمسل ريسيبتورز واخر حاجة قبل هي كتكلمنا عليها الموتور يونت اللي هي العضلة الموتور يونت اللي هي بتكوننا المسل نفسها الموتور يونت او المسل نفسها عدة انواع there are several types of muscle fiber there are several types of muscle fiber وكل عضلة كل نوع من العضلة التالي اللي هي الكاركترستيك بتاعتها او تتميز عن التانين ولكن احنا اليوم عنا اللي هي just only اللي هو two types of muscle fiber الرئيسيات والتانيات هو عبارة عن متوسط ما بين هذه وهذه ففي انا two muscle fibers اللي هي white muscle fiber وال red muscle fiber يعني واحدة بيضة واحدة اللي هي حمرة ففي انا فيه تمييز شديد بين التانين الاولى اللي هي red muscle fiber red muscle fiber red muscle fiber هذه العضلات هذه العضلات اللي هي slow contracting يعني تنقبض ببطء مدام تنقبض ببطء ببطء ايضا يميزها بانها بتكون fatigue resist تقاوم التعب تقاوم التعب النوع التاني اللي هي البيل الشاحبة او البيضة الشاحبة البيل اللي هي بنقول عليها اللي هي fast contracting اللي بتنقبض بسرعة وفتيك برون يعني متعرضة او قابلة اللي هي التعب يعني انا في عندي نوعين من العضلات نوعين من العضلات اللي هي red fiber واللي هي البيل fiber red fiber اللي هي slow contract تنقبض ببطء and fatigue resist بتقاوم التعب هذا النمرة واحد نمرة اثنين النقيض إلها نمرة اثنين إنها اللي هي fast contract يعني تنقبض بسرعة and fatigue brome وقابلة او معرضة للتعب نشوفوا الاولى اللي هي red muscle اللي هي slow contract and fatigue resist اللي بتنقبض ببطء وتتعب بسرعة وتتعب بسرعة بأقل بتقاوم التعب اللي هي ايش الموصفات بتاعتها اللي هي slow contracting and fatigue resist إنها أول حاجة المصل هادي innervated بإيه بالظبط او activated by what activated by اللي هي small motor neuron اهي activated by small motor neuron وين هي اهي شايفين كيف لو قلنا اللي هو هذا اللي هو الموتر نيرون هذا صغير هذا صغير اللي هي هاي العضلات بتاعته اللي هي الموترينت هذا الموتر نيرون اهو motor neuron وهذا مش كبير هذا صغير activated by small motor neuron طيب التانية على الجانب الأخر اللي هي بنقول عليها اللي هي fast contracting يعني تنقبض بسرعة and brain fatigue activated by what activated by large motor neuron يعني أنا عندي اللي سلو هنا contract activated by small motor neuron طيب هنا ال fast اللي بتنقبض بسرعة وبتتعب هنا activated by اللي هي large motor neuron هدي نمرة واحد نمرة اثنين شو اللون بتاعها شو ال color بتاعها اللي سلو contracting muscle and fatigue resist لونها حمره red color يعني drum stick يعني عاملة زي اللي هي العيدان بتاعت الطبلة العيدان بتاعت الطبلة هي حمره هي كدق اهي تمام لكن من ميزاتها انها fatigue resistant مقاومة للتعب ليه مقاومة للتعب لانها rich in mitochondria غنية بالميتوكندرية والميغلوبين وال blood vessels يعني بصلها اكسجين فيها لانه فيها الميتوكندرية اللي هي المقاومة للطاقة واللي هي فيها الميغلوبين الحديد وفيها ال blood vessels بينما على الجانب الاخر من اللي هي العضلات اللي هي fast contracting عند فاتيك برون تتعب بسرعة وعضلات بتنقبض بسرعة بنلاقي اللون بتاعها بال color يعني اللونها شاحب وشكلها يعني زي اللي هي صدر الدجاجة chest chicken breast صدر الدجاجة ليه هي بتنقبض بسرعة وبتتعب بسرعة لانها تستخدم اللي هي anaerobic oxygen بكمية قليلة use of brief anaerobic يعني بدون oxygen anaerobic breakdown of glycogen stores من اللي هي مخزنات اللي بتتكسر هذه ما بتستخدمش الاكسجين anaerobic breakdown of glycogen stores يعني بس فقط لغير بستخدم اللي هو glycogen المخزن بس فقط لغير ما فيش فيها الميتوكندرية ولا فيها مايقلوبين ولا فيها blood supply ها من وين بتاخد الطاقة بتاعتها بتاخد الطاقة بتاعتها من اللي هو glycogen المقزن بتاخده بتكسره بتستخدمه ما بتستخدمش الاكسجين ما فيش فيها ميتوكندرية ما فيها اللي هي مايقلوبين ولا blood vessels هذه اللي هي fast contracting and fatigue prone تتميز عن slow contracting and fatigue resist طب الميزة الثالثة فيها اللي هي 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 صغيرة احنا عرفنا اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي المسل فايبر لكل هي الموتور نيرون إذن هنا هو جيري ريت اللي هي برولينج بسمال فورس ديو تو سمال انيرفاشن ريشو تثن مسل فايبر العضلة بتكون صغيرة والانيرفاشن ريشو بتلاقيها اللي هي صغيرة بينما على الجانب الآخر هنا زي ما احنا شايفين بتلاقي اللي هي العضلة اللي بتنقبض بسرعة بتتعب بسرعة اللي هي جيري ريت بتودي بريف لارج فورس يعني القوة كبيرة وصغيرة بريف لارج فورس وهذا طبعا نتيجة اللي هي لارج انيرفاشن ريشو معادل التزويد للكبير لمين للعضلة الكبيرة تو ثيك ماسل فايبر وهنا هو هادي من الصعب هارت وصبلاي ويد اكسجين صعب جدا إذن في عندي اللي هي الفاستن كونتراكتين وفي عندي السلو كونتراكتين في فرق ما بين القوة القوة في اللي هي سلو كونتراكتين فتيك ريزيست اللي هي الفورس بتلاقيها صغيرة بينما هنا عود في الفاست كونتراكتين فتيك برون بتلاقي اللي هي الفورس اللي هي ايه لارج والعضلة والعضلة بتاعتها كبيرة طب النوعين هدولة الاتنين بتكونوا في مين النوعين هدولة بتكونوا في اللي هي السلو كونتراكتين عند فتيك ريزيست بتتكون مع الناس اللي هم بيحبوا يجروا كتير رنر بيبول ليه لأنه هدولها بدوا اللي هي اللي هي اللي هي يعمل مسل كونتراكتين بيجري بيجري كتير وذلك بتكون عندهم العضلات اللي هي ايه الريد مصفايبر الريد مصفايبر هذه لأنها فيها ميتوكندرية فيها اللي هي الأكسجين وفيها كمان بلاد سابلاي اذا هده بتلزم او بتتطور او بتكون موجودة في الناس اللي هم العدائين اللي بيجروا على الجانب الاخر اللي هي العضلات اللي هي فاست كونتراكتينج عند فتيك برون يعني بتنقبض بسرعة وبتنتهي بسرعة هذه بتتكون او بتتربى او بتتكون بتتحسن بتظهر عند الناس اللي برفعوا الأثقال الكبيرة لأن الناس اللي برفعوا الأثقال عندهم عضلات كبيرة وبرفع اللي هي الوزن لفترة بسيطة وعضلاتهم كبيرة وما بيقدر يطول كتير وبنزل الحمل على طول على الأرض بينما الناس اللي عدئين ما عندهم عضلات كبيرة لكن عندهم عضلات صغيرة بتخليهم يجروا فترة اللي هي مسافات بعيدة جدا يعني ايش اللي بيصير هنا هوات اذا هنا هوات هذه في الناس اللي بيجروا مسافات طويلة وهذه في الناس اللي بيحملوا الأثقال طيب من ناحية الفايدة مين أفيد مين أفيد احنا لنا في الحياة اللي هي العضلة اللي هي slow contract and resist فتيق يعني بتقبض بسرعة وبتقاوم التعب ولا اللي هي fast contract and فتيق برون يعني بتقبض بسرعة وبتتعب بسرعة طبعا وبديهة جدا انه احنا العضلات اللي هي slow contract بتكون افيض ليه لانه زي ما هي بسلو contract بتلاقيها slow كمان relax وما فيش repetition كتير وفيش فتيق وبالتالي بتلاقي اللي هي هنا هوت بالقول اللي هي النوع الانسجة اللي هي مميزاتها ان العضلات اللي هي او الخيوط اللي هي بسلو contract وبتقاوم التعب بفتيق رز هار فاري افشن بتكون اللي هي فعالة بتكون اللي هي slow contract and فتيق resist more efficient وي ايضا اذا اذا الفايبر ببطء بتعمل اذا هي الفايبر بالراحة وببطء بتعمل contraction is also slow to relax ايضا كمان slow to relax وهذه بتسمح لنا يعني هي بتحافظنا على أنه يكون اللي هي يعني انقباض سابت على طول اللي هي تقليل من عدد مرات التكرار اللي هي التنشيط بنشوف فقد مع بعضينا هنا هوات لو العضلة هادي هنا هوات سلو كونتراكت حلقي هنا فيه تنشن لونغ تنشن ستادي تنشن فيه اللي هي العضلات اللي هي سلو كونتراكت زي ما حشيez فين شكلها بينما بنلاقي هنا هواتل العضلة اللي بتلاقيها رابد كونتراكت بنلاقيها كونتراكت فيجورس الي بكميات كبيرة ثمLo فتيق بسرعة بتنقبض بسرعة وبكمية كبيرة وبتلاقيها صار فيها فتيكة بسرعة بينما هنا هوت بتلاقيها contract slowly and اللي هي relax slowly وهنا هوت ماشي حتتعب إذن هادي اللي هي slow contracting and fatigue resist is more efficient than rapid contracting وهي كما نكون خلصنا جزئية في اللي هي أنواع المسل اللي هي كانت red color muscle fiber واللي هي white أو الbeel color muscle fiber والفرق ما بينهم وكل أجسامنا طبعا تتكون من اللي هي النوعين هدولة وأنواع تانية عشان تخدم اللي هي الإنسان أو الشخص في كل وظائف الحياة وهي كدو نكون خلصنا من type of muscle fiber شكرا لكم عزيزي طلب السلام